اليوم أصبحت فوجدت أصدقائي قد أرسلوا تلك الرسائل أحسنت يا زيدو حقا أنا فخور بك إنهم يشجعونني لأنني حفظت سورة أخبرني المعلم بأنها تشتمل على توحيد الله وأنها تأدل ثلث القرآن فحرست على حفظها إنها سورة الإخلاص وهي السورة التي تعلمنا أن الله أحد أي واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته وأنه الصند الذي ندعوه ونسأله فهو على كل شيء قدير وهو سبحانه ليس له مثيل ولا نظير يكافئه فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالله وحده هو الإله الحق والخالق لكل شيء ما رأيكم لو قرأنا معا سورة الإخلاص بإتقان وإخلاص؟ إذن هيا بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أصدقائي انتظروني مع سورة جديدة إلى اللقاء